محليا افتتحت جلالة الملكة رانيال عبدالله رئيسة مؤسسة نهر الاردن المعرض السنوي العشرين للحرف اليدوية للمؤسسة بعنوان تراث الفين وخمسة عشر ويقدم المعرض الذي يقام في صلاة العرض الرئيسية للمؤسسة في جبل عمان تصميم حديثة لحرف ومشغولات يدوية تم انتاجها في مراكز مؤسسة النهر الاردن الانتاجية بسواعد سيدات في قرى بني حميدة ووادي الريان ومنطقة جبل النظيف وطلعت جلالته على المعرضات التي اجتملت على مشغولات يدوية وفنية مختلفة تنوعت بين ساجة جيدة منسوجة يدويا ومزينة بأشكال تطريز التقليدية والزخري في المستوحى من الطبيعة بأشكال هندسية مختلفة وتضيف هذه المنسوجات المبتكرة لنساء بني حميدة لمسة عصرية لنسيج اليدوي التقليدي اكيد يعني انه انا وغيري استفدنا من المعرض لانه السنة معرض كتير مختلفة عن السنة الماضية من ناحية انه اضفنا مهارات جديدة وزدنا عدد الايدي العاملة انه فيه ستات كتير استفادوا السنة من المعرض لانه دخلنا مهارات جديدة غرز جديدة فهذا الشي فتح مجال انه احنا نستقبل عدد اكبر من المستفيدات تدربهم على المهارات الجديدة فهذا الشي يعني انه درلهم دخل بيحميهم وبدعمهم أسريا